اشتركوا في القناة وفعاليات ثقافية وترفيهية مميزة يعني عن رغم الوضع الصعب والاقتصاد الصعب اللي وتمر في مدينة نابلس اللي هي تعتبر يعني هي عاصمة الصناعة الفلسطينية أو عاصمة الاقتصاد والعصب الاقتصاد الفلسطيني مرت في أزمة اقتصادية صعبة اليوم احنا قاعدين بنشوف فجر جديد بنشوف اشي جديد اللي هو بعزز الاقتصاد الفلسطيني في محافظة نابلس وبدعم اقتصادها سبعون شركة ومصنعا فلسطينيا يعرضون خيرة منتجاتهم الوطنية إضافة لتواجد ثلاثين مطعما منتشرا في جميع أرجاء المعرض معرض صراحة غير عن أي المعرض اللي إحنا منشارك فيها طبعا الهدف منه تمام هو ترويج المنتجات الوطنية وكيف أنه تشجيعها فهذا الأساس يعني كان كتير أنا بنظري فكرته كتير حلوة يقام المعرض على مساحة ثلاثين دنما في بيت إيبة مقسمة إلى عدة قطاعات لتلبي الأذواق المختلفة للزوار وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة نابلس واحتضان كبير من مجلس قروي بيت إيبة إحنا ما بنكسر الحصار عن نابلس بالأغاني والأمنيات هذا هو الحدث اللي بيكسر الحصار عن نابلس أن يكون وحدة الحال في فلسطين بين النهر والبحر إحنا إننا تقريبا شهرين متواصلين بالعمل على إنجاح المعرض والحمد لله رب العالمين اليوم جهودنا تكللت من نجاح وأكبر مثال الحجم الموجود داخل المعرض من حيث الكم والحضور من المتسوكين ومن الزائرين التركيز كان تركيز على كل الكطاعات سواء كطاعات غدائية كطاعات إنشائية كطاعات خدماتية مطاعم ألعاب في كل تفاصيل مجال الحياة وانطلاقا من إيمان البنك الوطني بأهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني والمنتجات المحلية وفي إطار مسؤوليته المجتمعية كان البنك راعيا فضيا للمعرض البنك الوطني بيحب دائما يكون متواجد وداعم للمعارض والمهرجانات اللي بتدعم الصناعات الوطنية المحلية واليوم له كمان طبع خاص لأنه موجود في نابلس طبعا نابلس زي ما بتعرفوا في الآونة الأخيرة عم تعاني من ركود اقتصادي وركود في الحركة التجارية وتوجدنا اليوم هو لتشجيع السياحة الداخلية لنابلس ودعم سمودها الاقتصادي نابلس إكسبو 2023 المعرض الأطخم الذي تشهده المدينة لدعم الحركة التجارية واقتصاد المحافظة التي ذاقت ويلات الحصار الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية في محاولة لعزل نابلس عن باقي المحافظات الفلسطينية من مدينة نابلس حنين قواريق لشبكة وطن الإعلامية اشتركوا في القناة